اعلن رئيس الوزراء البريطاني المتخب كير ستارمر عن إلغاء خطة ترحيل تقضي بإرسال المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لارواندا في أول يوم له بالعمل وذكر ستارمر في مؤتمر صحفي عقده بعد أول اجتماع مع وزرائه السبت بأن مخطط حزب المحافظين لترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا انتهى فعليا خطة رواندا لإبعاد المهاجرين من بريطانيا ولدت ميتة ودفنت قبل أن تبدأ المشروع لم يكن ليشكل رادعا أمام الهجرة غير شرعية لا نستطيع التظاهر بإصلاح الأمور بين عشية وضحاها لكن هناك توقعات بأن الحكومة الجديدة ستفعل الأمر بشكل مختلف سنفعل ذلك بأمانة تامة عقلية الحكومة قد تغيرت بالفعل ومبدأنا هو الوطن أولا والحزب ثانيا وهذا التغييره قد حدث بالفعل